أحمد مساء الخير وأكيد يعني أجواء طبعا مبهجة بالنسبة لجمهور كوتفوار بعض المباراة الأولى يعني مساء الخير زميل محمد طبعا أجواء مبهجة للغاية وحالة رائعة عشتها جمهير كوتفوار اليوم مع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 حفل افتتاح كان جيدا للغاية كان معبرا بطبيعة الحال عن الثقافة الإفوارية والثقافة الأفريقية وكان بحضور بارس جدا طبعا كان يتقدم ألسان وطارا رئيس دولة كوتفوار وجاني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكن هذا على الصعيد التنظيمي على الصعيد الفني الحقيقة رغم النتيجة الجيدة والفوز للمنتخب كوتفوار لكن هناك حالة من عدم الرضا على وجوه الجماهير يعني حولنا الجماهير خارجين الآن من الملعب هناك حالة من عدم الرضا وعدم الارتياح كانوا ينتظرون عرضا فنيا أفضل في مباراة اليوم بما العرض الفني يظهر فيه المباراة الثانية يا أحمد تمام يعني وارد جدا أنه صعود أداء المنتخبات بييجي مع المباراة خلينا نروح لحضورك النهاردة تدريبات منتخب مصر لو تقدر تنقل لنا ملامح التشكيل الأساسي أو بعض من المشاهد اللي أنت رصدتها خلال التدريبات النهاردة بشكل عام التدريبات كانت تسودها ثقة كبيرة جدا وحالة معنوية رائعة لجميع اللاعبين وفي مقدماتهم طبعا كابتر المنتخب ونجمه محمد صلاح روي بيتوريا كان حريصا بشدة على سرية غير طبيعية رفض إجراء أي شيء من خططه الفنية طبعا كان هناك تدريبات لمدة 15 دقيقة من الواجب أن يحضرها الإعلام هذا كما تنص لوائح البطولة وبالتالي تواجدنا لمدة 15 دقيقة لكن بعد نهاية هذا الوقت كانت تدريبات خفيفة رفض بيتوريا أن يبدأ التدريب إلا بعد مغادرة جميع الإعلاميين بما فيهم طبعا الإعلام المصري لكن ملامح التشكيل أعتقد أنها واضحة بعض الشيء في حرص المرمى بالتأكيد محمد الشناوي خط الدفاع لاستقرار كبير رغم أن طبعا عمر كمال ربما كان هناك شكل لكن عمر كمال قد يبدأ المباراة وفتوح في الجبهة اليسرى وقلب الدفاع حجازي ومحمد عبد المنعم أعتقد أن خط الوسط هو ربما ملامحه لم تتضح بشكل كبير لكن ما بين مروان عطية، النني، إمام عشور واحتمالات لمشاركة زيزو أعتقد خط الهجوم أيضا الصورة واضحة بشكل كبير محمد صلاح في الجبهة اليمنى، تريزيجي في الجبهة اليسرى ومصطفى محمد الذي تواجد مع فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة موزنبيق اليوم طيب أخيرا يا أحمد يعني أنا سعيد أن أنت قدرت أن أنت برضو تستشف كده ملامح المنتخب وهنكلم أكيد بالتفصيل مع ضيوفنا في الستوديو آخر حاجة خاصة بالملعب الأرضية المنتخب الجهاز الفني اشتكى من أرضية ملعب التدريبات أو المباراة لا الأرضية جيدة إلى حد كبير وفيتوريا رد على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي اليوم كان وجه سؤال حول عدم الرضا، حالة عدم الرضا عن الأرضية قال لا الأمور كلها طبعا تحدث بشكل عام ربما يكون في شيء من الدبلوماسية لكنه لم يعترض على أرض الملعب في المؤتمر الصحفي والملعب بحالة جيدة جدا زرنا وتواجدنا فيه اليوم الملعب بحالة جيدة جدا وإن شاء الله مباراة موفقة للمصر بإذن الله وبإذن الله يكون وشك حلو على المنتخب المصري أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية ودائما معنا من أبي جان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر